ندعو المتسابقة عزيزة إدريس من دولة توجو وتقرأ برواية حفص عن عاصم السؤال الأول إقرأ من قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرة أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول من القول بالغدو والعصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا بين ذاتكم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واتقوا الله ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولاء وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون حسبك السؤال الثاني إقرأ من قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاوات فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانذروا كيف كان آكبة المقذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ وَلَاكِنْ عَيْدِ عَيْدِ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وإن ربك ليحكم بي وإن ربك ليحكم بي والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم من الجنة لنبوئنهم لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون حسبك السؤال الثالث اقرأي من أول سورة الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليالي عشر والشفع والواتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم اللذي حجر أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ إِرَمَذَاتِ الْعِمَادِ أَلَّتِي لَمْ يُخْلَقَ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ أَلَّذِينَ طَقَوا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْسَوْدِ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرُ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّابًا لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَهَادُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ وَتَأْكُلُونَ التُرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمِ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرًا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ وَلَا يُوْثِكُ وَثَاقَهُ أَحَدٍ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ إِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَضِيَةً مَرْضِيًّا فَارْخُلِي فِي عِبَادِي وَارْخُلِي جَنَّةِ حَسْبُكُ أَحْسَنْتِ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ